في مسيرة احتجاجية يوم الخميس مرفوقة بإضراب عام شل جميع المرافق البورتغاليون يقولون كفى من التقشف ويحذرون الحكومة من أن أحزمتهم مشدودة عن آخرها هذا الإضراب العام يعد رابع من نوعه منذ دخول البلاد تحت الوصاية المالية الدولية عبر مخططات الإنقاذ المالي إحدى المحتجات لا يمكن أن تحمل تقشفاً أكثر مما تحملنا حتى الآن إنه شيء لا يطاق أنا عاطل عن العمل للمرة الثانية لأن المؤسسة أفلست الاحتجاجات حققت غايتها تقول نقبة يوجي تي التي دعت لهذه الحركة الاجتماعية بمشاركة حوالي خمسة ملايين شخص من بينهم مليون عاطل عن العمل مما جعل نسبة الاستجابة للنداء الاحتجاجي تفوق نسبة خمسين بالمئة الإضراب العام شل حركة النقل بواسطة القطارات ومطر الأنفاق مثلما أوصدت المؤسسات التعليمية والمؤسسات العامة أبوابها طيلة يوم الخميس القادرات تكدست في مزابل العاصمة البرتغالية بسبب التحاق عمال النظفة بالإضراب موسيقى